وفي سياق منفصل أصدر صاحب السموش شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشارقة قرارا بتغيير مسمى محطة الصجعة لتحلية المياه لتكون محطة الرحمانية لتحلية المياه وثمنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة الاهتمام والمتابعة المستمرة لصاحب السموش شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشارقة بكافة التفاصيل التي تخص مجالات عمل الهيئة والتي كان لها الدور المؤثر والفعال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الخدمات وتوفير متطلبات البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية ورفع مستوى المعيشة لسكان إمارة الشارقة